السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرة أخرى فيديو جديد اليوم جديد لكم طريقة هي تغيير السيرفر في فريب باير وهو السيرفر التايلاندي وفي كثير من المميزات الجديدة التي وضعتها شريك كاملة في فريب باير على السيرفر التايلاندي فأيضا هناك وروض أخرى جديدة على السيرفرات أخرى مثلا في الماليزي والطيواني والياباني أخوتي فلنبدأ معكم في هذا الشرع تابعونا أولا إذا أردت الدخول إلى أي سيرفر آخر يمكنك استعمال تطبيق يوبا بيكين أو يمكنك أيضا استعمال تطبيق بروكسي ماستر مثلا ندخل إلى يوبا بيكين هذا إذا في صورة ما إذا أخترت من الدول الأخرى من السيرفرات أخرى تقول تخيل إليها هنا هنا العديد من السيرفرات الأسيوية والأوروبية والأمريكية مثلا شمال أمريكا أو جنوب أمريكا مثلا برازيل وغيره من الدول الأخرى وأيضا سيرفرات أوروبية وغيره ما تشاوز هنا بصورة ما أردت سيرفر آخر سيرفر التايلاندي ندخل إلى هذا التطبيق نقوم بتحميله من جوجل بلاي أو إذا أردت سوف أضع لكم رابط مختصر يعني إذا أردت دعمي مجانا فقط على طريق رابط مختصر ندخل هنا إلى هذا التطبيق تايلون تطبيق هنا سوف يطلب عليك يجب أن تقوم بتستيب تطبيق Open VPN سوف نقوم بتستيب هذا التطبيق نحن قمنا بتستيبه سابقا لكن نقوم بحذفه لأعمال الشرع سوف تدخل هنا إلى وي بلاي نقوم بإنستال ونتظر حتى يقوم بالتخديق موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 هنا تضغط على زر play يعني تشغيل سوف يقول لك سوف تضغط الى السيرفر وضع اكي ايضا نضغط اكي مرة اخرى وننتظر حتى يقوم بالاتصال ها هي مرة اخرى ها هي مرة اخرى ها هي مرة اخرى إذا وقعت مشكلة نقوم بعمل توقيف وعادة مراتة أخرى نقوم الضغط على يدي وعادة هنا حسنا الآن قام بالاتصال نذهب إلى الخاصية لكي لا يقوم بالتطبيق بخشرة حسن ما هو موجوده هنا ويجب أن تطبيقنا لديك هذه الميزة لكي لا يخرج توقعين بنفسه حسنا نحن الآن على سيرفر تايلاندي سوف ندخل إلى اليوتيوب انظروا هنا مثلا هذا إشهار تايلاندي نحن الآن على سيرفر تايلاندي ندخل الآن أول شيء نقوم بمسح بعنات الفريفير ندخل هنا للأعدادات ندخل إلى تطبيقات هنا حسب اللغة الخاصة بها ندخل إلى اللغبة 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 خذött إلى اللغبة ندخل إلى اللغبة أصدط آلين ل hawأين لتحق إلى كل ما ندخل إلى اللغبة اشتركوا في القناة هنا دخلنا الى الحساب متأكد ايضا السيروان يعمل حسنا كما تشاهدونها الان نحن الان في السيروان التايلاندي سوف نرى العروض سوف تكون هنا وما الانترنت بطيئة نوع المال لكن لا مشكلة لازت دائما نرى هنا سوف نقوم باخذ هذه الانترنت وعفونا للصوت ننتظر خط انظروا الى هذه الهدايا انظروا الى هذه الهدايا انظروا الى هذه العروض انظروا انظروا كل اسلاحة يعني اسلاحة الفماص كلها هنا ايضا انظروا الى هذه الهدايا انظروا الى اخمار الى هذه الهدايا انظروا الى اخمار لكن هناك عروض فخرة موجود هنا لكن هنا حدث الأرنب يعني الرسم ما زال موجود أو عادة في السيرفر التيلاندي هنا انظروا يعني ما زال موجود أو عادة سوف نعود إلى السيرفر الأوروبي ثم نقوم بتجربة الرسم في بعض الأحيان سوف تكون أن الانترنت بطيئة ليست من الانترنت الخاصة بنا لكن بحكم أننا متصلين بالسيرفر التيلاندي فهو الوحيد الذي سوف يكون بطيئة في بعض الأحيان وليس دائما سوف نقوم بالرسم وانترنت نقوم بعمل هذه الشخصية هل ترى ما وراه أين هي نخرجنا هنا نعم هذا الفراغمونت يعني اخوتي اردت فقط شرح لكم كافية الدخول الى سيرفر اخر الطريقة منفصلة بشرح ممل جدا ومطول لا اكثر ولا اقل تريد الدخول الى سيرفر اخرى هناك التطبيقين سوف اضع لكم روابط طبيقين في اسفل هذا الشرح و تقومون بدخول الى اي سيرفر تريدون الدخول اليه ان شاء الله هجبكم الشرح اخوتي ان شاء الله استفدتوا من هذا الشرح شكرا على المشاهدة شكرا على متابعتكم لي لا تنسوا اللايك و لا تنسوا السبسكرايب ايضا مرحبا بكم و مرحبا بكل مشاهد جديد ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات اخرى فالان ما تبقى لي الا ان اقول لكم السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته دم دم في امين الله